نروح على الصحافة تحديد الموقع يلا كورا ومرسلتنا العزيزة مريم سميح وانتبه هناك بقى أهم الأخبار وبصراحة عايزة نركز كيف تناولت الصحف العربية والعالمية فوز الأهلي بالأمس خلينا بس نرحب كمان بضفنا العزيز رح يكون مع مرسلتنا الأستاذ أيمن جلبرت ومدير تحرير موقع يلا كورا مريم صباح الخير ومبروك علينا وصباحي على أستاذ أيمن وسامعينك تفضل صباح الخير عليك يا نهوان صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ألف مليون مبروك التتويق بالنجمة العشرة بطولة جديدة بتوضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي يمكن من أسبوعين تحديدا برضو كنا في فقرة صحافة وقلت لكم إن شاء الله أبرك لكم أبرك لنفسي يوم 17 والحمد لله فعلا فعلا ألف مبروك احنا عمرنا ما بنزل أن احنا نقول مبروك يعني بطولة ورد تانية الحمد لله الأهلي دايما رافع راسنا والحمد لله برضو الأهلي خلى إن العيد يبقى عدين كل سنو طيبين وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير طبعا بمناسبة عيد الأطحى اللي الأهلي حلاها وحلاها كمان يعني عايز أقول لكم كمان يعني يمكن أنا ما نمتش من المبارح وأغلب فريق عمل لندي الأهلي ما نمش من المبارح ولكن متعة حقيقية فعلا يكون فيه تخطية النادي الأهلي وأحداث النادي الأهلي اللي دايما فعلا عمره ما فشل أنه هو يفرحنا ويرفع راسنا فوق طبعا زي ما أنت قلت هنوند هيكون معنا النهاردة فيه جولتنا الصحفية يعني الحقيقة أن النادي الأهلي تصدر جميع المواقع سواء العالمية أو العربية وكمان صحف الجنوب إفريقية كمان هاشتاجز النادي الأهلي على مختلف مواقع تواصل ابتماعي يعني الحقيقة نحن نقدر نقول أن لا صوت يعلو فوق صوت النادي الأهلي وتتويجه بالنجمة العشرة العنوين اللي هتكون معنا النهاردة خلال جولتنا الصحفية البداية من موقع يلا كورا جمهير الأهلي تزين شوارع القاهرة احتفالا بالنجمة العشرة ومن موقع الخليج الأهلي يتوج بالعشرة ويطارد ريال مدريد ومن الإمارات اليوم مدرب الأهلي موسماني يحبط قارة أفريقيا أفضل من جورديولا وزيدان وأخيرا من موقع اليوم السابع صحف جنوب إفريقية تعترف بأحقية فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا طبعا هيكون معنا لمنقشة كل هذه العنوين الأستاذ أيمن جلبرتو ناقد الرياضي ومدير تحرير بمموقع يلا كورا أيها طبعا أصبح عليك أنا عارفة أن أنت يعني فرحان جدا نهاردة أنت قولي أنت جاي مخصوص ومعندكش أي مشكلة خالص عشان فوز الأهلي بابريك لك طبعا في البداية ألف مليون مبروك طبعا أهلا بيكو بقناة الأهلي وصباح الخير لكريم ونهواند ومبروك علينا كلنا البطولة وعلى كل جماهير الأهلي تتويج بالنجمة العشرة طبعا يعني أن الجماهير النادي الأهلي مبرح بترجع تاني للشارع تحتفل زي ما احنا طول عمرنا متعودين مع أي تتويج ده حاجة بتبقى جميلة وحاجة مبهجة كمان قبل زي ما أنت قلت قبل أجازات العيد فدي برضو بحد ذاتها بتبقى زي عدية جميلة للجماهير دايما النادي الأهلي مبرح جماهيره ومنظومة النادي الأهلي بالكامل اشتغلت عشان خاطر النجمة العشرة وكسر عالم الأندية والسوبر الأفريقي يعني إن شاء الله مزيد من الإنجازات للنادي الأهلي دايما يعني طيب أيما يمكن عايزين نتكلم شوية عن اقتراب النادي الأهلي من فريق ريال مدريد من حيث الأرقام وطبعا ريال مدريد بيتصدر قائمة أكثر الاندية العالم حصدا للألقاب القرية برسيد 26 لقب قريب بعد تتويج النادي الأهلي بالنجمة العشرة يعني أصبح بيالي ريال مدريد أو بيأتي في المرتبة بعدي برسيد 23 لقب تعليقك على الموضوع أن احنا يعني بقينا في مقارنة مع ريال مدريد يمكن نادي الأهلي كمان كان سابق في فترة في سنوات ريال مدريد في فكرة النادي الأكثر نجاحا في العالم اللي هي بتقاس بالأكثر تتويجا بالبطولات القرية في 2014 لما وصلنا لـ 20 لقب قري طبعا لما ريال مدريد بعد كده خد بقى السلسية بتاعة دور الأبطال في كاس العالم للأندية والسوبر الأوروبي الموضوع كان فارغ والأهلي كان بعيد شوية عن دور الأبطال النجمة التسعة والنجمة العشرة والسوبر الأفريقي قربوا الأهلي 23 لقب ريال مدريد 26 لقب الأهلي حاليا كمان عنده فرصة لكاس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي فرصة نوصل النادي الأهلي يوصل لرقم 24 طبعا الحلم الأكبر هو كاس العام الأندية كلنا بنطمح أن يعني تبقى فيه مدالية أفضل من البرونزية لو كمان الأهلي قدر أن هو يفوز وياخد المدالية الزهبية والكاس تبقى حاجة عظيمة جدا ونبقى 25 بس طبعا يعني مش هنحتفل بالـ 25 قد ما نحتفل بكاس العالم نفسه الأندية ده طموح ومن حقنا نطمح أن نبقى أبطال العالم يعني فدي حاجة كويسة كلها أرقام وكلها بطولات بتزين خزائن النادي الأهلي وبتساهم في أن اسم النادي الأهلي دايما يعني أعلى وأكبر وكمان تسوقيا وجماهريا وأموال وحاجات كتيرة جدا البطولات دي بتفرق في تاريخ النادي الأهلي يمكن بيتسو موسيماني بعد التتويق بالنجمة العشرة يعني البطولة الأفريقية ليه التانية على التوالي مع النادي الأهلي التسعة والعشرة يمكن حقق كل البطولات الممكنة مع الشيطين الحمر الحقيقة إن اسم بيتسو موسيماني تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يعني كل المشجعين كانوا بيتكلموا أو لقبوه بالأسطورة وكمان قالوا عليه أنه هو أفضل من جورديولا وزيدانت عليك عن الموضوع يمكن يعني رقميا بيتسو موسيماني محقق بطولات في وقت قصير جدا بيتسو موسيماني أعتقد ماكملش سنة مع النادي الأهلي يعني لسه ما دخلش في مرحلة نواسانة مع النادي الأهلي ولكن كل البطولات أه بالضبط وكل البطولات اللي شارك فيها قدر أن هو يكسبها فدي حاجة تحسب ليه هو رجل متواضع رجل بيشتغل بكل الأدوات اللي موجودة معاه ما بيتحججش بالظروف يعني هو إنسان جميل وربنا بيكرمه عشان هو دايما ما بيقللش من الخصم اللي قدامه سمعنا التصرحاته عن كل المديرين الفنيين إزاي هو بيحترمهم بيقدرهم نفس الأمر بالنسبة للأندية اللي بينافسها بيتسو موسماني يواخد تلاتة دوري أبطال أفريقيا اتنين مع الأهلي واحد مع سانداونز الثاني مدرّب في تاريخ أفريقيا يحقق الأمر ده طبعا مستر مانو الجوزي هو اللي في الصدارة بأربع بطولات فتاريخ كبير هو يستحق الإشهادة يستحق أن الناس تحتفل بيه بشكل خاص لأنه فعلا هو إنسان جدير بالمكان اللي هو فيه ويستحق الثقة وأعتقد لو مزيد كمان من الدعم وإن هو الاستمرار بهذا الشكل مع الجيل الحالي من النادي الأهلي الجيل المميز ده يقدروا يعملوا بطولات وتاريخ كبير جدا للنادي الأهلي أخيرا عايزين نتكلم طبعا على خسارة كايزر تشيفز يمكن على الرغم من خسارته وكمان يعني أنه هو خسر اللقب أو النجمة العشرة ولكن يعني يمكن الصحف جنوب الأفريقية قالت أو كمان أشادت بأداء النادي الأهلي وقالوا أن كايزر تشيفز كان أو العائده كانوا غرباء أمام النادي الأهلي سواء سوبر سبورت أو كيك اوف يعني أغلب الصحف تناولوا هذا الموضوع بحيادات شديدة وكمان يعني ما قدروش ينكروا أداء النادي الأهلي وتحقيقه ثلاثين نظيفة أمام كايزر تشيفز يعني طبعا النتيجة والأداء كل ده فرض نفسه على الأمر وكمان وجود بيتسو موسيماني فصحف جنوب أفريقيا وهي بتتناول الأمر برضو بتنظر أن هم عندهم مواطن جنوب أفريقيا حقق اللقب وحقق إنجاز يعني لو تبعنا رئيس جنوب أفريقيا نفسه لما تكلم قبل المباراة هو كان مبسوط وفخور يعني هو بتمنى طبعا التوفيق لنادي بلاده كايزر تشيفز وفي نفس الوقت قال أنا سعيد باللي بيقدموا بيتسو موسيماني وكمان أتمنى له مزيد من الدهب فدي حاجة جميلة الحالة اللي عملها بيتسو موسيماني في جنوب أفريقيا الناس كلها فخورة بيه طبعا أي حد بيرتبط اسمه بالنادي الأهلي الأمور بتختلف معاه كتير فلا يعني الصحف جنوب أفريقيا ما بلغتش لأن اللي حصل مباراة زي ما كلنا شفنا سيطرة كاملة النتيجة كان ممكن تبقى أكتر من 3-0 كمان لكن الحمد لله كل حاجة بتسهيل ربنا بتمشي البطولة دي كرم جديد من ربنا سبحانه وتعالى لمنظومة النادي الأهلي بسبب العمل والكفاح والأن كل حاجة معمول لحسابها مبروك لمجلس دارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللعبين والجماهير وإن شاء الله مزيد من النجاح والبطولات يعني بشكرة جدا طبعا شرفتنا نهرتنا أيمن جل بيرتو على شاشة قناة النادي الأهلي ببركلك مرة تانية ألف مليون مبروك ده كان حوارنا طبعا مع الأستاذ أيمن جل بيرتو أنا قد الرياضي ومدير تحرير بموقع يلا كورا بشكركم جدا ألف مليون مبروك طبعا مرة تانية وهنفضل نقول مبروك كتير إن شاء الله يعني في الدوري وكاس العالم للأندية وكمان السوبر بشكركم جدا عودة للسوديو مرة أخرى واحي بنشكرك جدا وبنشكر ضيفك يا ماريوم بنشكر أجيت كمان زملتنا العزيزة سالة حامد وزي ما انت قلت أكيد مش يعني مش حنبطل نقول مبروك نهني نفسنا لأن بطبيعة الحال لكل ما بنخلص بطولة بنخش على بطولة تانية الحمد لله وبنحصل عليها